الإنتاج وأيضاً زي ما احنا شايفين أيضاً موسم التمور وهذا الشغل السنة طبعاً يعني اليوم بسعدنا يكون معانا المهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية سعد صباحك أهله سهلا فيك صباح الخير يصعد صباحك ويصعد صباح المشاهدين وشكراً للتلفزيون الأردنية ومتابعاته القيمة بالعكس دائماً من نورنا يعني هاي من خيرات بلدنا وأرضنا التمور الأردنية والصنف تمر المجهول الأردني أصبح من الأصناف المعروفة عالمياً بتميزه وبطعمه وبجودته اللي دائماً منفتخر فيها فنحكي أكثر عن التمور الأردنية يا ستي هذا القطاع يعني نمى وتطور خلال العشرين سنة الماضية الحمد لله يعني الآن نتحدث عن ما يقارب الخمسة واربعين ألف دنم من التمور من النخيل مزروعة في مختلف مناطق المملكة هذا الانتاج يصدر أكثر من خمسين بالمئة منه إلى السوق الدولي والباقي يتم استهلاكه إلى جانب الأصناف الأخرى المستوردة هذا القطاع حقيقة الآن فيه ما يقارب من خمسمائة مزارع وأصبح يشكل عشرين أو خمسة وعشرين بالمئة من المساحة المزروعة في وادي الأردن وقيمة الاستثمارات في تجاوزت النصف مليار إن شاء الله وأيضا الإرادات السنوية بالعملات الصعبة تتجاوز الخمسين مليون دولار سنويا نحن نطمح إلى المزيد من الاستثمار في هذا القطاع أيضا الجديد في الموضوع أن أحدث التقنيات في هذا القطاع دخلت والحمد لله وعلى نطاق واسع يعني الآن تقريبا أكثر من ثلثي إنتاجنا يتم التعامل معه آليا في توظيبه وتجهيزه وزي ما أنتم شايفين أيضا تصنيع الصناعات التي يمكن أن تقوم على هذا القطاع لا حصر لها يعني هناك سبع أنواع من الصناعات الرئيسية التي يمكن أن تعتمد على هذا المنتج فالحمد لله نحن بألف خير بلدنا بألف خير وبلدنا متعددة الخيرات